طالب مواطنون في محافظة إربد بمحاسبة الشركات التي تعمل على صيانة الشوارع حيث كشفت الأمطار التي هطلت على المحافظة تهالك البنية التحتية التقرير التالي يضعنا في صورة ما حدث ويوضح تفاصيل هذه المشكلة كشفت مياه الأمطار التي هطلت على محافظة إربد الواقع المرير للبنى التحتية كاتجاه بلدية أنا بتوقع عندما تطرح عطاء ما بتكون إلا دور في هذا الجانب لكن الجانب من ينفذ هذا العطاء من يقوم بمسؤوليته هل التسليم بتنصح؟ يعني أنت الآن لما تشفى هذه الأخطاء هي الأخطاء بتكون من جانب التصميم اللي بتنفيه فإحنا من خلال الملاحظات اللي بيشوفها بعض الحفار والمطبات والشوارع الشارع تفتحه اليوم ثاني يوم اللي هو منتهي إذن في أسباب لا بد من دراسة هذا الواقع حفر عميقة تكبد أصحاب المركبات خسائر مالية ومصارف مياه غير مؤهلة لاستعاب غزارة الشتاء إحنا عندنا مشكلة قديمة وما زالت حديثة والتي هي مشكلة تصريف الصحي في هذه المنطقة دائما الرائحة قاتلة جدا وتصريف صحي غلط وما في نتيجة حكينا مع المؤسسدين وصلنا لرئيس بلدية إربد على البيئة بدون نتيجة المشكلة أنه دائما المناهل عندنا بالسكر بلدية إربد الكبرى قالت بأنها تلقت العديد من الشكاوى وأنها ستنفذ مشاريع للتعامل مع المنخفضات القادمة وردنا الكثير من المشاكل بخصوص موضوع تصريف مياه الأمطار من قبل المواطنين وتعاملنا معها متنوعة انسداد في وحدات التصريف لقريلات بالإضافة لإغلاقات وتجمعات للمياه في بعض الشوارع الحمد لله تعاملنا مع هذه المشاكل أولا بأول بلدية إربد شهدت في الفترة الماضية معالجة لكثير من المشاكل خصوصا المشاكل اللي كانت تأرق المواطنين وتزعجهم وتسبب تعطيل إلهم الحمد لله علجنا مشاكل واشتغلنا للفترة الماضية ضمن عطاءات تصريف مياه أمطار وحيلة وما زلنا الحمد لله منشتغلهم مستمرين وما بين وعود البلدية المتكررة كل عام وبين الصعوبات التي يواجهها المواطنون جراء سوء البنية التحتية ينتظر أهالي إربد أن تنعم محافظتهم باهتمام الجهات المعنية Cocyl irez أهالي جيد أهالي ثرف